نصر حسين ضايل الجزائري ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي أمير أهلا بيك أهلا بيك يا بيروز وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي بكل مكان أمير في البداية إيهي أبرز فقرات تمرينة النهاردة طبعا من خليني أقولك أن النهاردة المران كانت ساعة عشر ونص أكيد كان مران مهم جدا بالنسبة للفريق والجهاز الفني واللي كان بيقود المران النهاردة كابتن أحمد أيوب باستعداد المباراة فريق نصر حسين ضايل الجزائري إن شاء الله يوم الجمعة المهاردة المران كان عبارة عن بعض التدريبات الانشفائية بالنسبة للعابين اللي شاركوا بشكل أساسي خلال المباراة صادقة أمام فريق الوحبة الإماراتي والإدر المادي الأهلي بنتيجة 2 سنة فيها وأيضا كان في بعض التدريبات البدنية المتوسطة بالنسبة لبعض اللي شاركوا في المباراة بشكل كامل أو اللي مشاركوش خالص بالتالي كانت تدريبات كلها تدريبات بدنية فيها بعض التدريبات في الخرى أيضا المهاردة شاركت تدريبات بعض للعابين اللي كانوا ما بيشاركوش خلال الفقرات السابقة سواء الأسباب مختلفة سواء للإطابة أو للأجازة اللي كان ما حالهم الأجازة الفني بعد الهائي أو بعد مبرارة الزمالك ستولد دوري المهاردة شاركت بشكل طبيعي كل منطلح جمعة جونيور أضايب بعد شبهم تماما من الإطابة أيضا شاركت تدريبات التمعية أحمد الشيخ العام النبي الأهل العائد من طريق مصر المقاصة وشاركت تدريبات الزماعية بشكل جاي وأصبح السلحة دون يعني جاهزين إن شاء الله للمباريات على المقبلة حسب رؤية الثاني أيضا عدد تدريبات المعارضة كل منتعى التامير هو أحمد فتحي وعلي معلول وحسام عشور واللي كانوا وقتين عديل ذلك من جهاز فاني خلال الفترة السابقة وأيضا معارضة شاركت تدريبات الزماعية وكلم بعض الأهلية الوصيلة تخصوصا أنهم لسا عائدين مثل أجازة يعني حوالي خمس أو ست أم بالتالي إن شاء الله خلال الفترات المجولة سيكونوا جاهزين للمباريات الرسمية إن شاء الله مع النادي الأهلي بالنسبة لشيرك إسرامي وعبد الله السعيد إن شاء الله سيرجعوه لطالق قاهرة طبعا من صدق الأجازة في عددهم يمجبون عن قادم ومن ثم يضموا التدريبات مع الفريق الأول إن شاء الله من خلال متابعتك للتمرينة هل بدأ يظهر التشكيل اللي قد يخوض به الجهاز الفني مبارات ناصر حسين داي لا لسه ما ظهرش بالتشكل اللي ممكن يلعب بي كانت حسين البدري بقى إن شاء الله سيعود بتتكتبات مع النادي الأهلي حتى متواجد ويوصل ببكرة إن شاء الله القاهرة بالتالي لسه شكل كبير تشكيل اللي ممكن يلعب المبارات المقبلة زي ما نعرفين فيروس المبارات المقبلة مبارات مهمة وفاصلة بالنسبة لنادي الأهلي ضرورة تنفذ فيها شيء مهم عشان يكون فيه أمل للسعود للضر المقبل في البطولة العربية لكن بشكل عام سيكون فيه بعض المعاصر اللي شاركوا في المبارات الأخيرة وقدوا بشكل جيد ممكن يكونوا بتوضيب تشكيل الأساسي أو تشكيل احتياطي بتعديد إسلام محارب بعد ما شكناه تعلق المبارات السابقة وقدروا يحرز هدف مهم للنادي الأهلي أيضا ممكن نشوف أحمد الشيخ العائد للسقوب للنادي الأهلي من الأعارف وبعد العناصر أكيد اللي حتكون مهمة جدا خلال فترة جاية مع النادي الأهلي مش بسرورة أمير كمان كمان كابتن أحمد أيوب كان بيقول في خبر معنا أن كابتن عماد متعب كمان قد ينضم للتشكيل المباراة اللي جاية كابتن عماد متعب كان يعطبر عليه أقوبة هي المباراة صابتة فقط لكن ما فيش عطوبة أكتر من كده بالتالي عماد متعب أكيد ميزة كبير جدا لواحد اللعبين التاريخيين في تاريخ النادي الأهلي بالتالي ممكن بشكل كبير يكون بتواجه في القائمة اللي اختارها جهازة ثانية المباراة دي خصوصا أنه سيكون في فرصة لمشاركة عماد متعب أمام متعب أكيد مندحة في مئة ما فيش اثنين يختلفوا عليه لكن أكيد لقص المباريات أمير هشام ورأس القناة نادي الأهلي شكرا جزيلا لي كنت معي عبر نات ترجمة نانسي قنقر